وزارة الداخلية اللي بتصف الأشياء بمسامياتها الصحيحة مش ميس أندرستاندنج بيان وزارة الداخلية بتاريخ اليوم قام بعض الخارجين عن القانون ده وصف وزارة الداخلية بمنطقة المدافن الكائنة بقرية شبرالبهو بمحافظة الدقهلية بمحاولة منع إجراءات دفن إحدى السيدات التي توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد استجابة للشائعات ودعوات التحريد التي تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوة منع انتشار المرض حيث تم التعامل مع تلك نعناصر وضبط عدد 23 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وجار العرض على النيابة العام وتؤكد وزارة الداخلية تصديها بكل حزم وحزم لأية محاولات لإثارة الشعب أو الخروج لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفيين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس والتي تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصح تاني عايز أقول الحتة الأخيرة تاني وتؤكد وزارة الداخلية تصديها بكل حزم وحزم لأية محاولات لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفيين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس والتي تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصح ما ينفعش غير كده ما ينفعش حتى الخطاب اللي يخرج للرأي العام لازم يكون بهذا الشكل إحنا عارفين روحنا وعارفين الثقافات اللي عندنا الداخلية حفظة وعارفة كويس جدا لكن الخطاب الإعلامي من المسؤول السياسي أو من الداخلية لازم أكدها لازم يقول القانون سيطبق وبحس ده اللي قالته وزارة الداخلية النار طبعا أكيد في تحرياتها تتعامل والتحرياتها تبين هذه الإصارة ناس عائلات مع بعض وولاد بلد واحدة وفي خواطر وبتاع إيه اللي وصلنا المشهد ده وفين العمدة وفي الناس الكبيرة وليه نعود من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 11 والستة فعلى الله رحمه في عربيت الأسعاف مش عايفين ندفنها وليه لازم نجيب الأمن المركزي ونضرب قنابل وسيلة للدموع ليه وإيه الإصرار اللي عند الناس دول بالستة ساعات يقفوا الخمسين مئة واحد من يعني أهالي القرية المحترمين البقية مش عارف أنا مش متطمن لهذه الأمور ومعنديش حد تاني يكلمه في الحكاية دي غير الداخلية لأنه مش هنوعب بقى نتكلم على والحاجات دي حنا نتكلم على قانون يطبق بحسب ورسالة صحيحة وبيان في وقته وهتشوفوا قرار النياب العامة وأنا متأكد أن السيد النائب العامة هيطلع بيان حاسم فيش تهريج ده لحم المصريين الله احنا نسينا الأصول وإذا كنا نسينا الأصول القانون يطبق على الجهلة لا الدين ولا الأعراف ولا أي حاجة بتقول كده لازم الناس تطمئن تماما أنه كل هؤلاء المرضى اللي توفاهم الله بهذا الفيروس يمكن دفنهم في المقابر العادية لأنه فيه احتياطات بتأخذ في الأول احتياطات كبيرة جدا في هذا الشأن اللي بتخلي إمكانية دفنهم في كل المقابر بشكل عادي جدا